أصعد الله مساءكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القاطع للأسماء نقدم لكم اليوم معنى اسم روزانة وصفات حاملة الاسم اسم روزانة من الأسماء ذات أصول أجنبية وليس له أصل عربي وهو مشتق من اسم روز وهو يوناني ويعني الظهر الجميلة كما أن هذا الاسم يطلق على الفتاة صاحبة الوجه الجميل وصاحبة الرائحة العطرية الرائعة وهذا الاسم لا يوجد له أي معجم أو مرجعية بكتب اللغة العربية حكم التسمية باسم روزانة في الإسلام بالطبع قبل تسمية الاسم يجب أن نتأكد أولا أن الاسم لا يسئ إلى القرآن الكريم أو السنة النبوية والأحاديث الشريفة حيث أنه يمنع أن يتم التسمية به إذا أساءل أي من من ذكرناه واسم روزانة على الرغم من أنه لا يوجد له أي أصول عربية إلا أنه لا يسئ لكل ما ذكرناه أعلاه كما أنه يعني العديد من المعاني الجميلة فهو يعني الظهر الجميلة ويطلق على الفتيات ذات الجمال الرائع وهو بذلك يمكن أن يتم التسمية به دون أي قلق صفات حاملة إسم روزانة يوجد العديد من الصفات المختلفة التي تميز إسم روزانة ومن بين هذه الصفات ما يليه تتميز بالجمال الرائع والرائحة العطرية الجميلة الجذابة تعشق القراءة بحد كبير هي فتاة متفاوقة درسيا كما أنها تعشق عملها بدرجة كبيرة تتميز بالعقلانية في الأشياء التي يمكن أن تقوم بها كما أنها تتمتع بالكثير من الرزانة هي فتاة تتميز بالعقل الكبير وهي لا تحب أن تتواجد في الأماكن المزدحمة تحب أن تساعد الآخرين وتحب أن تقوم بالعطف عليهم تستطيع أن تتحمل المسؤولية حيث يمكن الاعتماد عليها تتميز بالقلب الأبيض كما أنها حساسة بدرجة كبيرة في الحب تفكر بقلبها قبل أن تفكر بعقلها فهي شديدة الرومانسية تحب أن تقوم بالقراءة والروايات المختلفة الكثيرة تعشق الموسيقى كما أنها تحب الخروج والتنزه لا تحب أن تنم على الآخرين كما أنها لا تحب الكلام الكثير تحب أن تخطط لمستقبلها وتحب أن تحقق كل ما تريده تعشق الرسم حيث أنه يثري شخصيتها من جميع الجوانب تثق في نفسها بدرجة كبيرة كما أنها لا تثق في الناس بسهولة تحب أن تفكر جيدا قبل أن تتخذ أي قرار تتميز بالحنية والعطف بشكل كبير مخلصة لأصدقائها وعائلتها كما أنها وفية جدا تحب أن تقف مع الناس في حل مشكلاتهم المختلفة وتحب الوقوف بجانبهم وقت الصعوبات والأزمات وهي فتاة تحب المرح والضحك وتتميز بروح الفكاهة تحب أن تتبع الموضة فهي تسبب لها الكثير من السعادة تحب أن تتعاون مع الآخرين تحب أن تذهب إلى السنمة شكرا للمشاهدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا من فيديوهاتنا القيمة ولايك وشير وتعليق تحفيذي بنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر ودمتم في رعاية الله وحفظه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة